عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض المخطط العام لمشروع العالمين ريفييرا السياحية بالمنطقة الغربية بمدينة العالمين الجديدة وخلال الاجتماع أوضح رئيس الوزراء أن مدينة العالمين الجديدة تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخمة مؤكدا أنه يتم العمل على جذب المزيد من المشروعات السياحية في المدينة والتي تتمتع بميزات نسبية عن متيلاتها من المدن بفضل موقعها المميز والذي يجعلها درة الساحل الشمالي والبحر المتوسط وبوابة مصر من جهة الساحل الغربية وهو ما يسهم في سرعة تنمية المدينة وخلق فرص للعمل والاستثمار ويشمل مشروع العالمين ريفييرا السياحية إقامة 14 ألف غرفة وشقة فندقية ويوفر 30 ألف فرصة عمل